طلاب أولى ثانوي بيمتحنوا مادة الفلسفة والمنطقة على التابلت النهاردة وكمان بشكل ورقي للمدارس المستهدفة لعقد الاختبارات فيها ورقيا لعدم اكتمال البنية التكنولوجية طبعا امتحانات أولى ثانوي بدأت في 19 مايو الجاري وبتنتهي السبت اللي جاي إن شاء الله الموافق 1 يونيو بتعقد امتحانات الفصل الدراسي التاني لحوالي 585 ألف طالب وطالبة على فترتين منهم الفترة الصباحية وبتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات إضافة للفترة التانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية طبعا كل الأمنيات الطيبة للولاد إن هم يمتحنوا على خير أنا عارفين أكيد إن في مشاكل فيما يتعلق بموضوع التابلت والشكل الورقي لكن هي التجربة لسه هتكتمل بإذن الله خلال الفترة جاية فمش عايزين نحكم برضو على التجربة من أول لحظة لأن طبعا دي بتكون بعض الأمور قد تكون طبيعية وإحنا لسه بنعمل نظام جديد